كما أقامت البعثة الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك حفل استقبال في مقر الأمم المتحدة بمناسبة احتفالة مملكة البحرين بأعيادها الوطنية حيث استقبل سعادة السفير جبال فارس الرويعي المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة في نيويورك وعضاء البعثة الدائمة المهنئين بهذه المناسبة الوطنية وفي كلمته خلال الحفل أكد المندوب الدائم أن مملكة البحرين بقيادة جلالة الملك المعظم وبتوجهات الحكومة برئاسة سمو للعهد رئيس مجلس الوزراء تواصل بذل كافة الجهود من أجل تعزيز قيم التعايش والسلام في جميع أنحاء العالم وأعرب المندوب الدائم عن حرص مملكة البحرين منذ انضمامها إلى الأمم المتحدة قبل أكثر من خمسين عاما على العمل دوما مع الأمم المتحدة ومن خلالها لدعم الحوار والاحترام المتبادل بين مختلف الحضارات والثقافات والأديان وقال المندوب الدائم أن الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان إلى مملكة البحرين ومشاركته مع فضيلة شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين في ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني خير دليل على نهج مملكة البحرين الثابت في تعزيز الحوار بين الأديان والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية كما ألقى سعادة رئيس الأساقفة جابريليا كاتشيا المراقب الدائم للكرسي الرسولي لدى الأمم المتحدة كلمة خلال الحفل أشاد فيها بما لقيه قداسة البابا فرانسيس من حفاوة استقبال وأجواء تسودها روح الألفة والانسجام في مملكة البحرين أيضا